أجواء شوية جميلة زي ما انتوا شايفين جايبة اللي سياخ وهشوي أول حاجة طبعا هتيجي في مخوكو إن أنا هعمل لحمة أو فراخ حاجة زي كده والله يا جماعة مش عارفة جبها لكم إزاي بس أنا النهاردة هعمل صنف حلو حصري والأول مرة هشوي حاجة عمرها ما تشاوت على اللي سياخ أنا إيناس عباس اللي سما تبعنيش تابعني على قناة الوصفة وكمان يتابع القناة والبيديو والجروب والإنستجرام والتيك توك باسم شي في إيناس عباس وقولولي بقى أنتوا بتتابعوني منين في الكومنتات وإيه أول حاجة جات في بالكو إن أنا أكون هشويها على اللي سياخ تكون ما تشاوتش قبل كده ويكون كمان صنف حلو أول حاجة بقى كده الإيدين بتاعة اللي سياخ بتاعتي زي ما انتوا شايفين خشب فأنا مش عايزها تتحرق لما تدخل الفرن طبعا الوصفة بتاعتنا تنفع على الفحم وتنفع في الفرن فهجيب كده ورق الفويل وهلف الإيدين الخشب بتاعة اللي سياخ علشان أضمن إن هي ما تبصي جوه الفرن ونقدر إن إحنا نحركها بمنتهى السهولة من غير ما نبوز اللي سياخ بتاعتنا خلاص بقى غلفت اللي سياخ كلها أنا مش أحتاج أكتر من الأربع أسياخ دول وهيعملوني الوصفة وهتبقى جميلة قوي وحلوة جدا خلاص بقى كده تخيلوا بقى هجيب كمان عملت عسل حطيت كوباية كبيرة من السكر وكوباية كبيرة من المية وحطيت عليهم الفانيليا وحطيتهم على النار لحد ما بقى سمك متوسط كده مع عصرة لمونة وحطيت قشرة اللمونة وشوية الفانيليا قديت ريحة حلوة قوي حطيت بقى كده كوباية لربع من السمنة زبدة أنا حطة زبدة نيوزلندي هحطها في المايكرويف أسيحها علشان أشتغل بيها في الوصفة بتاعتي أول بقى ما هتتسيح كده وتبقى طرية هتبقى سهلة في أن أنا أستخدمها وادهن بيها الحاجة اللي أنا هعملها زي ما أنتوا شايفين العسل عندي جاهز وكمان الزبدة اللي ساحت كمان موجودة وبقت كل حاجة بقى مش ناقص غير إن إحنا نجيب بطل الليلة بتاعتنا تخيلوا أنا جايبة كنافة طرح كنافة طرح يعني حتة القماشة سليمة كده حتة الكنافة عاملة زي القماشة هتلاقوها بقى كده سليمة وكبيرة ينفع إن إحنا نعمل بيها الوصفة اللي إحنا عايزينها دي اللي بتتعامل بيها الكنافة البرمة اللي بتبقى ملفوفة ومليانة مكسرات أنا بقى طلبتها كده إن هي جيني حتة واحدة اسمها كنافة طرح إحنا بنوصي عليها وبتجلنا سخنة يدوبك معمولة وطلع على طول خدت بقى الحتة اللي أنا هعملها وهبدأ على السيخ كده تخيلوا أو اللهي على السيخ هحطها كده ولفها كإنها أصبع كفتة بالزلط هتبقى جميلة جدا جدا طبعا الكفتة بقى ممكن تقع من على السيخ بس الكنافة مش هتقع من على السيخ خالص أهو زي ما انتوا شايفين هاخد بقى كده سيخ سيخ وهمسك حتة من الكنافة الطرح دي وهبدأ إن أنا ألفها أنا لسه لا حطيت زبدة ولا حطيت أي حاجة خالص ما عملناش حاجة لسه عليها كل اللي إحنا بنعمله إن إحنا بناخد من حتة الكنافة ونلفها بس على السيخ اللي إحنا جهزناها بورق الفويل دي أهي بقى زي ما انتوا شايفين هخلص الكمية اللي عندي كلها ده نص كيلو من الكنافة أنا جايباه عملي الأربع أسيخ دول مظبوطين جدا جدا الكنافة هتطلع كنافة برمة جميلة مبرومة وجميلة وحلوة قوي زي ما انتوا شايفين جميلة جدا على السيخ ولا بتفك ولا أي حاجة هخلص بقى الكمية كلها زي ما انتوا شايفين النص كيلو عملي الاربع اسياخ اللي انتو شايفينهم دول حاجة كده جميلة جدا خلاص بقى مش فاضل غير ان انا اجيب الكباية لربع من السمنة او الزبدة زي المتاح عندنا وهبدأ ان انا ادهم بيها الكنافة بتاعتنا السياخ بقى علشان نشويها ينفع كنت اجيب الشواية الفحم او الشواية اللي بالكهرباء ونشوي عليها الكنافة بقى بتاعتنا السياخ دي او نحطها في الفرن تحت الشواية انا هفتح الفرن من فوقه من تحت وهفتح الشواية يعني هكون مفتوحة لو ما عندناش الخاصية دي خلاص احنا هنحطها ونفتح الشواية بس وما بين كل وقت والتاني هنلف بقى السياخ علشان تاخد كلها لون ده بجميل وكنافة تستوي من جوه وتبقى مقرمشة وجميلة او خلاص بقى كده انا هطوي الكيس عليها عشان اضمن ان كلها كلها اتشربت بالزبدة اللي سايحة وبقت جميلة قوي ومظبوطة جدا زي ما انتو شايفين كده اهي جميلة وطرية وشربت الزبدة كلها مش فاضل غير ان احنا نجيب الصاجة بتاعة الفرن ونرص فيها بقى السياخ بتاعتنا سياخ الكنافة الجميلة دي يعني احنا سمعنا عن الكنافة على الفحب بس ما بتبقاش سياخ احنا بقى عملناها سياخ حاجة كده جميلة جدا جدا دي بقى هتطلعها لنا مقرمشة اللي بيشتكي ان الكنافة بتطرع منه او بتكون نشفة زيادة عن اللزوم لق دي مظبوطة قوي قوي خلاص بقى كده جاهزة على ان هي تدخل في الفرن زي ما قلتلكم انا فتح الفرن بتاعي على اعلى درجة حرارة من فوق وتحت مع بعض علشان محتاجش ان انا الفها كتير خلاص بقى كده احطها جوه الفرن بتاعي اهو زي ما انتوا شايفين الشبكة محطوطة في النص احطها ريح بس كده العصيان بتاعة السياخ علشان تدخل كويس وتبقى مظبوطة وكويسة خلاص اهي هي مش اكمل لما تدخل الفرن حوالي اتناشر او خمستاشر دقيقة هتستوي بسرعة وتاخد لون دهبي ما بين كل وقت والتاني زي ما انتوا شايفين كده بمسك السياخ ولفها علشان اضمن ان اللون بتاعها دهبي موحب جميلة جدا وسهلة خالص لفتها عن نحي العكس كده وبقت جميلة قوي خلاص اللون بقى دهبي بالنسبة لي بقت جميلة والريحة بقت اكتر من رائعة خلاص قفلت الفرن وهطلع بقى السياخ الكنافة بتاعتنا حاجة كده يا وعدي نعرف امسكها وابدأ ان انا اخلعها من السيخ هتتخلع زي اصبوع الكفتة كده بالزبط بمنتهى السهولة اللون دهبي موحد كله والصوابع جميلة ينفع بقى بعد ما نشيل السيخ ونقطع الصوابع بتاعتنا نحشيها من جوا بقى بالشوكولاتة السايحة او بالكريمة او بالزي ما احنا عايزين يعني الحشوة اللي احنا نحبها هنحطها زي ما انتوا شايفين الصوابع متماسكة وجميلة جدا جدا حاجة كده رائعة وما خدتش مننا شغل ولا مجهود خالص هرص بقى كده الصوابع بتاعت الكنافة وهجيب السكينة وهبدأ ان انا اقطعها صوابع بالحجم اللي انا عايزاه وممكن نعملها حلقات صغيرة طبعا اللي احنا عايزينه خالص جميلة جدا جدا وخلاص هي كده مستوية مش فاضل غير ان احنا نغطسها بقى في العسل وتبقى حاجة كده يا وعادي هقطعها بقى كده كلها الصوابع زي ما انتوا شايفين باية كبيرة من المية مع عصرة لمونة ورشة الفانيليا والريحة يا وعادي جميلة جدا جدا انا بقى عايزاها تبقى شرب العسل حلوة قوي فهاخد الصوابع واغطسها جوه العسل العسل بارد والكنافة بردة لو عايزينها تكون مقرمشة العسل يكون سخنة والكنافة سخنة لو عايزينها طرية قوي وهكذا يعني احنا بقى بنتحكم في التراوة بتاعة الكنافة بان العسل يكون سخنة والكنافة تكون سخنة او الاتنين بردين انا خلتهم الاتنين هادين علشان عايزاها تكون مقرمشة خالص الولاد عندي بيحبوها مقرمشة هحطها كده واغطسها في العسل عشان اضمن ان هي شربت العسل كله زي ما انتوا شايفين حاجة كده روعة ما شاء الله ايه جمال ده يا نوسة انا نوسة يعني انا مش فاضل غير ان انا اجيب كباية شاي كبيرة واخد الطبق ده لي انا الواحدي حاجة كده روعة تعالوا بقى نكسرها من النص ونشوفها شرب العسل ازاي وعملة ازاي من جوة مقرمشة وملفوفة على بعضها وهشة وجميلة جدا جدا حاجة كده بجد روعة لو عايزين نحشيها اي حشوة زي ما قلنا هنحشيها الحشوة اللي احنا اللي على مزاجنا وهتبقى جميلة قوي الطعم اكتر من رائع بقى الفهنا وشفة ويرب دايما وصفاتنا تعجبكم وتنردوكم وكل سنة وانتوا طيبين